بداية ترأس اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته التي يترأسها البروفيسور عدى بونجر الجلسة حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي وزير الصحة عبد الحق سيحي والمدير العام لمجمع سيدالة اشتركوا في القناة